سريعا آخر خبر عندنا لأنه عايزة استقبل بقى ضيوفنا في حالة خاصة محكمة جنح المطارية النهاردة قضت بمعاقبة أحمد طنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الذي لم يستوفي شروط التقديم ومنصق حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ القضية وذلك المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة الحكم أيضا يتضمن حرمان طنطاوي من الترشح للانتخابات أمنيابية لمدة خمس سنوات المحكمة أيضا قضت بمعاقبة 21 شخص من أعضاء الحملة سنة مع الشخل نخرج فاصل طبعا ده حكم أول درجة يمكن استئنافه وسير في كافة الإجراءات التقاضي المتبع نخرج فاصل وبعد الفاصل نديم أبو سريع وأبطال حالة خاصة هيكونوا معنا